اشتركوا في القناة على زوال الهموم وعلى قرب الفرج للرأي بإذن الله وهي رؤية البكاء في المنام من خشية الله اي شخص يشوف في المنام ان هو بيبكي من خشية الله في المنام يعرف ان ان شاء الله ايا كانت المشكلات اللي في حياته او الهموم اللي كانت الموجودة في حياته يعرف ان ان شاء الله هتزول تماما سامع القرآن الكريم في المنام من اقوى الرموز والعلامات المبشرة بزوال الهموم بفك الكرب والغم بإذن الله كذلك الامر بالنسبة لأي شخص يشوف نفسه ان هو بيقرأ القرآن في المنام او سامع صوت قرآن في المنام يعرف ان ان شاء الله في تغيير في حياته للأفضل في قرب فرج ليه بإذن الله وايا كانت المشكلات اللي عنده دي ان شاء الله هتزول التصدق على الفقراء والمساكين بالاموال والطعام بيدل على زوال الهم بيدل على الشفاء من الامراض اي شخص ايضا شوف في المنام التمر او الخبز او الرز كل ده بيبشر ايضا بزوال الهموم بتفريج الكرب بيدل على الرزق القريب للرأي اذا كان الرأي ده في انتظار وظيفة او عمل او عليه ديون يعرف ان ان شاء الله فيه سداد للديون اللي عنده كذلك الامر بالنسبة للاختسال من الجنابة اي شخص يشوف ان هو بيغتسل في المنام عمتا بس بشرط ان المياه دي تكون نظيفة تكون عزبة يعرف ان ان شاء الله فيه زوال الهم في قرب فرج ليه باذن الله تسقط الشعر من جسد المرأة بيدل على الخير بيدل على زوال الهم والغم فاذا كانت بنت عزباء شافت ان شعرها شعر جسمها عزرا بيقع في المنام تعرف ان ان شاء الله فيه قرب زواج لها متزوجة تعرف ان ان شاء الله ربما فيه حمل قريب او فيه خبر صر جاي ليها باذن الله كذلك الامر بالنسبة لارتداء السياب عمتا بس بشرط ان السياب دي تكون جديدة تكون نظيفة ما تكونش السياب منتصخة ما تكونش سياب يعني متقطعة بمجرد ما تشوف ان انت بترتدي السياب جديدة تعرف ان ان شاء الله فيه تغيير في حياتك للأفضل وفيه انتقالك من دنيا لدنيا افضل باذن الله احباه في الله ده كانت اهم العلامات والرمز اللي بتدل على قرب الفرج على زوال الهموم اتمنى لو اي شخص منكم استفاد من الفيديو ورابة معلومة ياريت ما يبخلش علينا بلايك ما تنسوش لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز يفسرها ياريت يكتبها في اخر فيديو على القناة علشان نفسرها لك في اربوات دمتم في رعاية الله وامني وللقاء في فيديو وقروا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة